إلى أروقة الأمم المتحدة وقاعاتها تتجه أرمينيا بعد أن خسرت حربها أمام أذربيجان وتم إجبارها على الخروج من أغلب الأراضي المحتلة في قرباغ وما حوله تحاول ييريفان أن تكسب نقاطاً في القانون الدولي عبر دعواً أمام محكمة العدد الدولية تشمل اتهامات لباكو بالتمييز والكراهية لكن الرد الأذربيجاني جاءت بداياته على لسان رئيس الدولة إلهام علييف والذي أكد أمام الأمم المتحدة بالأرقام جرائم أرمينيا خلال الصراع الطويل كان الاحتلال مصحوباً بجرائم حرب سيئة السمعة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت أرمينيا إبادة جماعية في خجالي في فبراير عام 1992 مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين بمن فيهم مئة وست نساء وثلاثة وستون طفلاً تحرك أذربيجان القانوني المضاد شمل أيضاً دعوان في البلعب الذي اختارته أرمينيا دعوان باكو أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها أرمينيا بارتكاب جرائم تطهير عرقي بما في ذلك عدم الكشف عن مصير نحو أربعة آلاف أذربيجانيين جرى إخفاؤهم قصرياً خلال الحرب الأولى لدينا حوالي أربعة آلاف مواطن مسجلون كأشخاص مفقودين من حرب كرباغ الأولى يجب أن تزودنا أرمينيا بمعلومات عن مصيرهم ولدينا دليل قوي على أن جميعهم تقريباً تعرضوا للتعذيب والقتل والدفن في مقابر جماعية من قبل الجيش الأرميني في انتهاك للقانون الإنساني الدولي علييف لم يفوته كذلك مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على أرمينيا لإجبارها على إنهاء احتلال ما تبقى تحت سيطرتها من أراضي قرباغ وهو في ذلك يؤكد أن الصراع لن ينتهي قبل إعادة كامل الحقوق لأصحابها تمهيداً لإنهاء عداوة لا يستفيد منها طرفاها بقدر استفادة بعض القوى من خارج المنطقة